بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعلم عن كيفية قراءة مدخلات من المستخدم نحن زي ما قلنا قبل أن نحن برامجنا راح تقرأ بيانات من المستخدم راح تخزن البيانات هذه وتسوي لها معالجة في المعالج ثم بعد كده راح تطبع البيانات هذه نحن شفنا كيف نخزن البيانات كيف نسوي عليه عمليات جمع وطرح معالجة بس ما شفنا كيف نطبع البيانات هذه طيب خلنا نرجع للسؤال السابق اللي شفناه قبل وهو أكتب برنامج يقوم بالتالي يعرف متغير باسم نم 1 ونم 2 وبعد كده جمع وطرح وضرب القسمة لاحظ ملاحظة هنا في هذا السؤال وهو أنه نخزن القيمة 5 في نم 1 والقيمة 10 في نم 2 وهذا غير مفيد بشكل كبير حنا فعليا يعني البرنامج ممكن يكون أكثر فائدة بكثير لو كنا نقرأ قيمة العدد الأول من المستخدم ونقرأ قيمة العدد الثاني من المستخدم وبعد كده نطبع مجموع العددين وحاصل طرح العددين وحاصل ضرب العددين وحاصل قسمة العددين هذا راح يكون أفضل ومفيد بشكل أكبر وكثير في البرنامج إنه الآن برنامج صار له فائدة فعلا صار مفيد للمستخدم يقدر يجمع ويطرح ويضرب ويقسم فإذا راح نغير في السؤال ونقول هنا يقرأ القيمة من المستخدم إذن هنا نقول يقرأ قيمته من المستخدم مضبوط نفس الشيء بالنسبة لنوم تو فإذن كل الأثنين نقرأ قيمتهم من المستخدم طيب خلنشوف الآن البرنامجين البرنامج القديم والبرنامج الجديد ونشوف الفرق فيما بينهم الفرق طبعا جدا سهل يعني عملية القراءة جدا سهلة خلنشوف الآن هذا برنامج القديم كان يخزن قيمة خمسة أو عشرة في المتغيرين بينما هذا هو البرنامج الجديد وأنا حطيته جنب الجنب حتى تشوف يعني تقارن بين البرنامجين طيب خلنشوف الآن كيف هذا طبعا عمليات المعالجة والطباعة ما تغيرت يعني عملية حساب المجموع هنا عندك وعملية حساب الطرح والضرب والقسمة كلها نفسها ما تغير ما تغير فيها أي شيء فإذن عملية التخزين عملية المعالجة عملية الطباعة كلها ما تغيرت الشيء الوحيد الذي يتغير أنه بدلا من أن نعطي قيم مباشرة للvariables زي ما سوينا قبل num1 و num2 رح نقرأ قيمهم زي هنا قرينا قيمة num1 وهنا قرينا قيمة num2 طيب كيف نقرأ أول شيء أول شيء لابد أنك تكتب العبارتين هذي هذه العبارة هذي من هنا هذه العبارة زين والعبارة هذي نضبط لاحظ مكانهم في البرنامج هذولي تحفظهم وتحفظ مكانهم في البرنامج وش معناهم أنت الآن سويت سكانر سويت object من نوع scanner من نوع class scanner رح نشوف إن شاء الله فيما بعد رح يجينا لدروس عن objects وعن classes ورح تفهم الموضوع هذا بشكل أكثر تفصيلا لكن حاليا أحفظها زي ما هي بالضبط الاسم هذا اللي هو input تقدر تختار أي اسم تبغاه بنفس قواعد تسمية ال variable اللي شفناها قبل يعني ما يبدأ برقم ما يحتوي على بعض الرموز الخاصة وإلى آخره إذن نفس القواعد اللي كنا نستخدمها لتسمية ال variables نقدر نستخدمها لتسمية scanner هذا نسميه scanner زين في بعض الناس يسمونه keyboard في بعض الناس يسمونه input في بعض الناس يسمونه حرف s فاللي تبغى تسميه تمام طيب فإذن هذه العبارة والعبارة هذه لابد أنك أو الجملة الجملة هذه لابد أنك تحفظها كما هي وتحفظ مكانها هذه تكون في بداية البرنامج قبل أي شيء قبل بداية الكلاس قبل هذه هذه تحطها دائما يفضل أنك تحطها بعد المين مباشرة طيب إذن الآن سوينا scanner مضبوط الآن كيف عملية القراءة هذه عملية قراءة الرقم واحد وهذه عملية قراءة رقم اثنين لاحظة ملاحظة هنا أنه قبل ما نسوي عملية القراءة في سطر هذا سوينا عملية طباعة هنا حتى فقط نعطي رسالة للمستخدم نقول للمستخدم نطلب منه يدخل رقم فهنا الرسالة هذه برنامج رح يطبع رسالة المستخدم يقول أدخل الرقم الأول مضبوط بعد كذا رح يقرأ الرقم بدنا يفضل دائما قبل ما تقرأ أي شيء من المستخدم أنك تعطيه رسالة حتى يعرف وش المطلوب بالضبط من البرنامج زين رح نشوف الآن التنفيذ وشوف الفرق لو كان في رسالة ولو ما كان في رسالة وش الفرق بين الثنتين لكن هذه ليست عملية القراءة عملية القراءة والزبدة هي هنا نضبوط هالجزء هذا زين فإذن وش اللي سوينا هنا كتبنا input input اللي هي نفس اسما scanner أي اسم تستخدموا لسكانر تستخدموا هنا استخدمت اس تستخدم اس تستخدمت كيبورد تستخدم كيبورد تستخدم أي اسم تبغى فإذن أول شيء اسم scanner بعدين نقطة بعدين next int زين لحظة i capital لحظة القوسين الفارغين اللي في بينهم فارغ شبيهة بbrint شوي زي ما تشوف الbrint كان فيها قوسين هذول اللي نسميهم الميثودز رح نشوف إن شاء الله الميثودز فيما بعد لما ندرس الأوبجيكت بشكل أكثر تفصيل هنا عندنا الميثود اللي يسمها next int خلي اكتب لك الاسم نسميها method أو طريقة رح نشوف إن شاء الله مش معنى بالتفصيل يعني مش معنى الميثودز هذه وكيف تستخدم في البرامج طيب فإذن عشان نقرأ نكتبه شيء اسم scanner هنا بعدين نقطة بعدين الميثود اللي نستخدمه لعملية القراءة ثم بعد كذا الآن القيمة اللي تجينا هذي راح نسندها إلى ال variable num1 طيب خلي نشوف الآن كيف تتم العملية راح ننفذ البرنامج في الإكلبس وبنفس الوقت نتابع الميموري هنا لكن المهم أنك الآن شفت الفرق بين البرنامجين لما يكون في قراءة وما يكون في قراءة نفس الشيء هنا لما جينا نقرأ العادد الثاني لاحظ كتبنا اسم scanner ثم بعد كذا نقطة هنا ثم بعد كذا الميثود NextInt تمام طيب خلنشوف خلنشي البرنامج هذا خلنروح نشوف في إكلبس التنفيذ ونتتبع خطوة خطوة طيب كيف راح ينفذ البرنامج خلنشغل البرنامج هنا زين نجي نقول run as زي ما تعودنا جابه application الآن لاحظ الآن طبع لك رسالة زين لحظة برنامج شغال حطلك هنا يقول لك الأحمر هنا يعني تقدر توقف البرنامج زين terminate تقدر توقف البرنامج فبعنا هذا برنامجك شغال برنامجك شغال برنامجك شغال شجلس يسوي وش اللي صار الآن اللي صار هو التالي برنامج الإكلبس سوى أو العفونا الجافة سوى تسكانر بعد كذا طبعت الرسالة هذه interface number زي ما نشارك قدامك هنا بعد كذا جاءت الآن تقرأ قيمة العدد واحد خلنحط مثلا العدد مثلا ثلاثة تمام enter كتبت رقم ثلاثة بعدين ضغطت enter مباشرة الآن الكمبيوتر مش سوى الآن الكمبيوتر خلنشوف الميموري زين بكل بساطة لو فرضنا هذه الميموري حقية البرنامج حقية البرنامج حقك هذه الميموري زين الكمبيوتر جاء عرف لنا هنا متغير مضبوط اسمه number one مضبوط هنا عرفنا المتغير number one زين ما تشاير مضبوط بعد كذا جاء الكمبيوتر قرأ القيمة اللي دخلها المستخدم اش كانت القيمة هي ثلاثة بعدين خزن القيمة هذه number one هذا بكل بساطة اللي صار إذن أسندنا قيمة للمتغير number one لكن القيمة هذه جدت من عملية القراءة بعد كذا الآن ننتقل لتنفيذ السطر اللي فيه الطباعة هذا inter second number ننتقل لتنفيذ السطر هذا انتقلنا وطبع لنا inter second number والآن الكمبيوتر جالس ينتظر إن ندخل الرقم الثاني نحطي الرقم الثاني مثلا سبعة أو ستة تمام؟ نضغط enter الآن على طول وطبع لك كل الأشياء الكمبيوتر لاحظ ستة أقف نشوك مباشرة طبع لك الصم والصد والمل والدفن اللي صار بهو كالتالي الآن أنا دخلت الرقم ستة طبع للكمبيوتر هذي بعدين كان ينتظر القراءة هنا مضبوط جاء الكمبيوتر حط لك هنا number two هذا number two جاء خزن فيها القيمة أو قرأ القيمة من المستخدم باستخدام nextint هنا فقرأ القيمة ستة حطها في number two حط هنا ستة فصار number two قيمة ستة بعد كده انطلق ينفذ البرنامج ما شفنا قبل طبض خلل نجرب العبارة هذه الأولى الجملة هذه الأولى حتى بس نتأكد أنك فهمت فالكمبيوتر هنا عرفنا variable اسمه sum اللي هي الجملة هذه حتى الآن نتكلم عن الجملة هذه تمام؟ في الكمبيوتر أول شيء عرفنا variable اسمه sum بعد كده أخذ قيمة number one اللي هي هذه زين أخذها وحطها أو راح هنا هذا المكان المعالج تمام؟ فأخذ قيمة number one هنا ثلاثة زائدة وأخذ قيمة number two زي ما تشاهد هنا فأخذ قيمة الستة هنا قراها وحطها هنا ثلاثة زائدة ستة أو تسعة بعد كده أخذ التسعة هذه وخزنها في صم هذا صم صار في تسعة هذه هي العملية اللي تمت في السطر هذا خطيمة number one ونم two في المعالج حسب المجموع بعد كده رجع وخزنهم في صم فأصبح خطيمة صم سبعة ثم جاء هنا وطبع لنا في المخرجات أنه صم تساوي سبعة زي ما نشاهد هنا صم تساوي أو عفوا تسعة فإذن طبع لنا أنه صم تساوي تسعة وهكذا يستمر طبعا تنفيذ السطر هذا وهذا وهذا إلى آخر إذن بكل بساطة عملية القراءة تتم بأنك أولا نرجمها يعني أولا تكتب عبارة الimport هذه أول شي تكتب عبارة الimport هذه في البداية زي ثم بعد كده تكتب الاسكانر دولي تكتبه مرة واحدة بس مربوط وتسمي اسكانر زي ما تبغى ثم بعد كده خلن نختار لون ثاني بعد كده رقم ثلاثة عندك يتكرر قد ما تبغى مضبوط تقرى العدد الأول تقرى العدد الثاني الخطوتين هذول تسويهم مرة واحدة بعدين خطوات القراءة تسويهم قد ما تبغى تقدر تقرى نمون بعدين تقرى مرة ثانية بعدين تقرى مرة ثانية زي ما قلنا تقدر تسند للبارياب العدد أكبر أدد من أي عدد من المرات تبغى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر